تنفيذا للتوجهات الرئاسية بتطوير المحافظات وفي إطار الاستعدادات لاستقبال موسم الصيف يجرى العمل في مشروع تطوير منطقة اللسان والممشى السياحي بمدينة رأس البر الذي يحقق التطوير الشامل لهذه البقعة السياحية الهامة بالمدينة تتضمن عمليات التطوير تدعيم حاجز الأمواق والغاطس الشمالي بمنطقة الخليج وإنشاء حاجز بحري بطول 420 متر وحائط بحري بطول 420 متر بطول الكورنيش ذلك لحماية الشاطئ كما يتضمن إنشاء ساحة المطاعم الرئيسية بإجمالي مسطح 5200 متر مربع يشمل مسطحات خضراء وإنشاء مرافق كاملة بالإضافة إلى مسار دراجات بطول 700 متر طولي يمتد حول جميع ساحات الكورنيش بالنسبة كمان المشاريع القائمة بمدينة راس البر مشروع عواصم المحافظات ودي مبادرة رئاسية بتوجهة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دي عبارة عن موقعين بإجمالي وحدات سكنية 239 عمارة 4820 وحدة سكنية حضرتك الوحدات السكنية في معها خدمات مرفقية بصحة تعليم أسواق منطقة تجارية ودي بالنسبة للمشاريع القائمة بالنسبة لداخل المدينة احنا حضرتك بنكسف أعمال النظافة بنكسف أعمال التجميل بنكسف خدمات حملات الإشغالات مع شرطة المرافق ومع اسم الشرطة فيه عندنا موقف 109 ده منطقة تجميعة ساحات انتظار لعربات اليوم الواحد عشان ما يبقاش فيه كسافة مرورية داخل المدينة اشتركوا في القناة